استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي السفير أحمد نيف الدوليمي سفير العراق بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة منوها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهما من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية وفي ذات السياقة ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية تعاون الثلاثي مع الأردن مؤكدا اهتمام الرئيس سيسي بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته التي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي